قال رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية مشعل السيارة أن الجمعيات بدأت في استخدام الأكياس صديقة البيئة منذ عام 2011 مبينا أن 70% من الجمعيات تعاونت بهذا الخصوص مشيرة لأنه سيتم اصدار تعميم جديد على الجمعيات التعاونية للتخلص من الأكياس البلاستيكية تماما واستبدالها بأكياس صديقة للبيئة قابلة للتحلل وأوضح السيارة أن الجمعيات تتعاون مع المبادرات البيئية ومنها مشروع أمني البيئي والخاص بتدوير البلاستيك فضلا عن وضع حاويات مخصصة لعادة تدوير داخل الجمعيات من أجل بيئة نظيفة وسليمة